أم معي في ضيفي البلاكوة الفضلة الشيخ عبد الكريم دباغي عضو المجلس العالم الإسلامي أهلا بك من جديد فضلة الشيخ اليوم من ثالث أكبر مسجد بالعالم أول أذان يرفع بجامع الجزائر ليلة المولد النبوية الشريف وأيضا أول صلاة وهي صلاة المغرب وأنت كنت الإمام الذي أممت لهؤلاء المصلين هناك اليوم ربما خلينا نتحثوا على هذا الصرح الديني اليوم هل يمكن القول أن هذا الصرح سيستقطب كل الفاعلين في الدين الإسلامي وكل أئمة الدين الإسلامي وكل المسلمين والجزائريين وتصبح ربما قبلة للمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم أولا أود أو أستسمي حقا أهنئ الشعب الجزائري مسلم المؤمن ومن خلاله كل أمة المسلمة بهذا الإنجاز الكبير الذي نال شرف إنشائه وتحضيره ثلّة من المخلصين سواء المسؤولين أو غيرهم وتفضل أيضا الله سبحانه وتعالى على من كان له شرف افتتاح والتتشين والرعاية نهنئ كل هؤلاء وكما قال ابن عطاء الله إذا أراد نظهر فضله عليك خلقه ونسبه إليك في الشعب الجزائري كله في صرور وحبور بهذا الإنجاز فنهنئه ونهنئ كل الأمة الإسلامية وأود أن أشير إلى أن هذا الافتتاح وهذا الصرح الكبير الذي كما هو في وسائل الإعلام وكذلك في موصفي المشارع الكبرى ثالث مسجد لمستوى العالم أقول جاء في ثلاث سياقات مهمة السياق الأول هو سياق مكاني تتعلم أن المكان يسمى في البداية باسم المبشر الكاثوليكي الحاقد الذي أراد أن يحول هذه المنطقة ومن خلالها الجزائر كلها إلى دولة مسيحية كاثوليكية وتسمى بلدية البجري ولكن الله سبحانه وتعالى قيض من يغير الإسم لتكون بلدية المحمدية بإسماعي للنبي صلى الله عليه وسلم وإحنا الجزائريين دائما نحب النبي صلى الله عليه وسلم فتوجد الموليدية فريق المولودية في الجزائر المولودية في وهران تيمنا بالموليد نبوه شريف فهذا سياق مكاني مهم جدا أن يتحول المكان إلى هذا الصرح المسجد الذي يعتبر ولذلك أنا ضمن هذا السياق ربما إذا تحول المتحف وأنا نتأسف على كل وسائل الإعلام الدولية والفضائيات الكبرى أنها ما تغطيش مثل هذه الحادث إذا كان تحول المتحف في تركيا أو عاد إلى أصله متحف صوفيا إلى مسجد وقيم ما أقيم له من النشر والإشهار وهذا يفرحنا وكذا ولكن هذا المسجد لا من حيث الإنشاء والتمويل ولا من حيث الشكل العمراني ولا من حيث كذلك البعد الاستراتيجي كان في الحقيقة يستحق تغطية أكثر ليس فقط من وسائل إعلام جزائرية ولكن أيضا من وسائل إعلام دولية هذا سياق مهم جدا وهذا يعطينا دائما آمل بأن هذا الدين الإسلامي في الجزائر ما هو نحرصه أنا ولا أنت ولا الحزب الفلاني ولا المجموعة الفلانية ولكن يحرص الله سبحانه وتعالى الذي يختار له هذا البشر منذ أن دخل عقب بن نافع إلى هذه الربوع يأبو الله سبحانه وتعالى إلى أن الإسلام هذا يتنامى هذه النقطة الأولى مهمة جدا بالنسبة للسياق المكاني وكذلك سياق سياسي وإعلامي تتعلم أن هذه الأيام هناك ثائرات أثور حول الحديث عن الصمت كاركاته الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم والإشادة كل واحد يعبر على كل حال بما يكنه قلبه من الحقن والحقن حول إسلام والمسلم ولكن مع ذلك يأتي هذا المسجد إذا كان ناس تكتب التنديدات والتشجيبات ومن هنا وهناك ونحن لا نتكلم عن النوايا ولكن ما كنا نراه الجزائريون يقدمون مشروع مشروع حضاري مشروع طرباوي مشروع روحي مشروع ثقافي لأن المسجد بالنسبة لنا هو خلاصة ليس فقط فكرة فلان وإن كان فلان من كذا أو مشروعه ولكن خلاصة خلاصة حضارية وجهادية وثقافية لكل شعب الجزائري عبر كل هذا الزمن هذه النقطة مهمة جدا أنه جاء في هذه السياق ليرد نحن لا نبقى دائما أنت تقول كلمة ونروح نديرها جدوى البحث أو جدوى الزمن ونقال شهر فيها ونقولها ربما ننسهم في تقويتها تتعلم مثلا كصحفي متابع الناس المان رشدي كان نكرة ولكن من الذي يجعله يشتهر ويأخذ ذلك الحظ في الدول الغربية أنه قال كلام لا يستحق أن يكتب حتى اسمح لي على العبارة حتى بفضلات ولكن لما بعض الناس صنعوا منه ما صنعوا أصبح الرجل مفكر وصاحب تعبير وصاحب إبداع نعم وصاحب حرية تعبير وصاحب إبداع وهو لا يسوي شيئا صحيح لكن الشيء اللي يساعده هو هذا الأسلوب هذا الأسلوب التشهيري هذا الأسلوب الإعلامي يعني ما نقولش على كل حال هو مهم ولكن في حدوده يعني فإحنا نعطوه بناء مسجد بناء صرح بناء مؤسسة المسجد ليس فقط للصلاة كما تعلم فهو عبارة عن منشأة وذلك أن أقولشه في بعض المناسبات هو ليس بالمسجد فقط بل هو جامع 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 ليكون الأزهر الثاني مش بعيد يكون في حال تفعيله تفعيله نعم تفعيله وهذا أملنا هذا أملنا في الشعب الجزائري وأملنا في السلطات وأملنا أيضا في رجال الإعلام وأنه يفعل بما يستحق صحي هذا الحجم المادي وكذا فقلت وهو ليس للصلاة فقط ولكنه منشأة للتعليم والطربية والجمع الشمل وكذلك نشر الأفكار المعتدلة هذا سياق نعم هذا سياق نحن نسميه سياق إعلامي وسياق سياسي وكذلك أيضا سياق زماني تتعلم أننا الآن بارح للك المولد النبو الشريف اللي هو للك الثاني عشر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا على كل حال لما نتكلم عن المولد النبو الشريف لا ينبغي أن نحشر أنفسنا في شكل من أشكال الاحتفال والتعبير صحي ولكن ينبغي أن نجعل من هذا الاحتفال معايشة فعلية معايشة شعورية معايشة ثقافية معايشة تعليمية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشأته الطفولية في طفولته في شبابه في أسرته في تجارته في مساعيه كلها يعني لما نجعل من هذا الاحتفال هو المعايشة بكل معانيها نخرج من هذه الدائرة التي تقول هؤلاء مبتدعة وهؤلاء متطرفون وهؤلاء لا يوجد هناك من من ينكر أو يستثقل أو يستخف بأن نجعل أياما تشريفا وتكريما لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ما نتعيش فيها معه فكذلك جاء هذا المزيد في هذا السياق والشعب الجزائري كما تعلم وعيد في قلبه أهمية لمونة النبو الشريف وإحياء للمونة النبو الشريف وأن المونة النبو الشريف يعتبر مناسبة من المناسبات الأساسية في الثقافة الدينية الجزائرية وهذا كذلك كان له يعني كما تعلم الآثار الإيجابية التي جعلت الناس كلهم لا يرون نشازا أو مباينة لأن يحتفل كل الجزائريين بدون استثناء بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال الذي يجعلهم يزدادون حبا له يزدادون تعلقا به يزدادون كذلك استفادة من سيرته ومن حياته ومن ومن نشأته كلها طيب اليوم تزامنه المولد النبو الشريف اليوم الوزير الأول كما شفنا يوم أمس أشرفها لتدشين قاعة صلاة جامعة الجزائر هي فقط تدشين لقاعة صلاة لازال مرافق التابعة له لم تدشن وذلك معروف نظرا والوضعية الصحية الموجودة والوبائية الموجودة في الجزائر مع انتشار كوفيد-19 لكن اليوم الطموح الأكبر هو في استغلال هذا الصرح الديني كاملا أي كل المرافق اليوم ربما ماذا سيحمل هذا الصرح الديني للجزائر والجزائريين لابد أن تعلم بأن جامع الجزائر كما هو مخطط له وكما هو مهيئ له إن شاء الله تبارك وتعالى وكما هي الإرادات الواضحة سواء من المسؤولين أو من المفكرين أو حتى من الشعب على كل حال أنه صحيح له دور الصلاة وقامة الشعائر ولكن المسجد كما تعلم هو بمثابة رافد من روافد الفكر المعتدل رافد من روافد التربية الإسلامية المتوازنة رافد من روافد الاستقطاب ليس الاستقطاب يعني الانفصالي ولكن الاستقطاب لجمع الشمل وجعل كلمة الإسلام كلمة متوافقة كلمة أنت تعلم أخي أنه كثير ما تقع مواقف متباينة ونحتاج فيها إلى جمع الشمل إلى توضيح الرؤية إلى إعطاء فضاء عادل للعلماء حتى يتكلموا الكلام الحر المعتدل الذي لا يخضع لضغط معين ولا يوجد والجزائر مؤهلان تكون رائعا تتعلم أخي أنه الثمانينات والسبعينات كيف كانت المنتقيات الفكر الإسلامية التي كانت بمثابة الموئل لا نقول ملجأ لكنها كانت مؤئلة للعلماء والمفكرين يقولوا كلمتهم بكل صدق وحتى أنه كانوا في القمة نعم ولكن أنه كان يتاح لهم صحيح أن يفصحوا عن ضمائرهم صحيح يتاح لهم أن يتكلموا بما يؤمنون ولهذا أقول أن هذا الصرح اليوم الذي جاء له ثلاث مرابي المرمى الأول هو استعادة دور الجزائر في رفع كلمة الإسلام الصادقة دور الجزائر في المنبر المعتدل لتوضيح الإسلام الشامل الإسلام العادل الإسلام الذي أنت تعلم أخي أنه توجد طوائف في بلدان أخرى لكن هنا الطوائف تقتل لأنه لا يوجد هناك احتقان فيه بعض الناس يحاولون أن يجعلون من المسلمين في الجزائر هذا الشيعي وهذا سني وهذا السلف وهذا معتدل ولكن حينما نأتي إلى الميدان هذا التعايش هذا التحابب هذا التوافق لا يحس أي حامل مذهب أو فكرة أنه مقصر أنه مقصر نعم يقصيه أو يبينه لأن هذه الجزائر هي في الحقيقة موئل الصحابة معظم الصحابة الذين جاءوا إلى شمال فرقيا قبروا هنا والفاتحون من التابعين وهذا على كل حال له بركته وله آثاره فقلت هذا الدور يعني لإعادة كلمة الجزائر في المجال الإسلامي في المجال الفقهي في المجال الديني وللسه في المجال السياسي فقط معنى الدبلوماسية صحيح التعبير على كلها سمحني على هذه العبارة الدبلوماسية الدينية التي لا تخضع الإسلام لاختزال يعني موقفي أو كذا فإن شاء الله المسجد سيعود إلى هذا الدور وسترى إن شاء الله أنه سيكون قبلة لعلماء هذا العلم سيكون إن شاء الله موئل لهؤلاء نعم وهذا ما نتمنى تمنى أن تكون لهم جزائر لو سمحت لنا تفضل تفضل نعم والأمر الثاني كذلك وهو مهم جدا أنه نحن في الحقيقة لا ننكر أن الإسلام فقد الشيء لا يعطيه نحن نحب الإسلام ولكن كما تعلم نعاني من فراغ في التكوين نعاني من فراغ في التعليم ونحتاج إلى إيجاد فضاءات تعليمية وطربوية للإسلام للشام للإسلام نقوش للإسلام الصحيح لأنه لا نريد أن يقحماني بعض الناس بأن هذا إسلام صحيح وهذا إسلام فراغ ولكن نحن نريد أن نأخذ الرؤية السليمة الرؤية التي تجمع ولا تفرق وتهدئ ولا تغضب صحيح وهذا يعني كذلك سيكون موئل لتكوين وتعليم وتأطير ولو كما قلت لك يكون الأزهر الثاني لما لا الحمد لله كان الأموال كان الإرادة السياسة كان المفكرين وكما تعلم تأخي أن الجزائر في يوم الأيام كانت فعلا موئي للعلماء في بيجايا وفي مناطق كلها لماذا يراد هذا التاريخ أن نمحوه لماذا نريد أن نختزل بيجايا وتزيوزه والقبائل فقط في هذه التشنجات والصراعات السياسية الظرفية ونلغي التاريخ كل الذي جعلهم يقفون مع الإسلام منذ أن دخل بالعكس العلماء الكبار والصالحون والأولياء كانوا من هذه المناطق صحيح فنريد هذا المرمى التالي هذا الصراح اللي يكون جامع لكل نعم جامع ومهي والمرمى التالي كذلك نريد أن نعطيها لهذه الدولة الجزائرية عمامة عمامة في السبق عمامة في يعني نحن مثلا دائما لما نجي نجي في التراويح ونجي مثلا في النشاطة الدينية والمناسباتية نجد أنفسنا أمام لست مسجد بسيطة ولا مسجد ولكن لا تفي بالجزائر صحيح يعني أنت بمكانة الجزائر نعم أنت أخي حينما تأخذ لك طاقية تضعها على رأسك وهي أصغر من رأسك يعني أنت الآن تشوهي نفسك مش ممكن أنها تكون نعم على مقاسك على مقاسك طيب ربما سنعود إلى النقاش لكن بعد فصل شهاري فضلي الشيخ متابعين جديد متابعين الكرام نعود لنقاش مع فضلية عبد الكريم دباغي فضيل الشيخ كنا نتحث الآن إلى ماذا سيحمل هذا الجامع الجزائر للجزائريين لكن ماذا سيحمل أيضا لدول الإسلامية هناك يعني الشيء اللي نشير إليه وهو أن الجزائر كما تعلم الجزائر عامرة بالعلماء صحيح والمشيخ والذين لهم يعني ما شاء الله لم دور يمكن إغفاله بعض الناس بالأمس طرحوا علي سؤال كيف كان طباعك لما كنت صليت أول صلاة تقول لي هنا ما أنا إلا تلميذ أو جزئية بسيطة من هذا الصف القوي الموجود في الجزائر ولكن هذا المسجد سيعطي فضاء بمثابة مركز اختبار ودراسات وتمكن لأن يكون هؤلاء العلماء أيضا نقصد الجزائريين يؤدوا دورهم كما يجب أن يؤدوه في تكوين ثقافة إسلامية وطنية معتدلة صالح وكذلك كما تعلم نحن ننتوسط جغرافيا ثلاث قرات مهمة وهي أفريقيا ولها يعني في عناقنا ديون ديون روحية وديون طربوية وديون تقافية لابد أن فيها لأن أسلافنا وأجددنا كانوا على هذا المنوال وكذلك قارة أوروبا وقارة كذلك آسيا نري هذا التوسط الجغرافي أن يتجاوز ليكون توسط تكويني صدير الثقافة الإسلامية المعتدلة ولذلك ما هوش مستبعد أن يكون هذا الصرح إن شاء الله رافض من روافض هذا الاستقطاب وهذا التكوين وتصدير كذلك الفكر ربما يعني لما نذكر مثلا القطبية الروحية والقطبية الدينية في العالم الإسلامي مباشرة نلتفت إلى هنا وهناك ولكن كما تعلم أن القطبية الروحية والقطبية العلمية التي كانت في الجزائر كانت عالمية صحيح ويفترض أن يستعيد هذا الجامع العظم هذه القطبية لتكون الجزائر يجي وحد الوقت إن شاء الله في جيال قادمة يقول أين قرأت تخرجت من الجزائر من جامع الجزائر والحمد لله على كل حال إرادة موجودة الإرادة السياسية الإرادة الشعبية إمكانات المادية الموقع الجغرافي الولاء كذلك كما تعلم أنني كان لي الشراف أنني انتقيت في مواطن كثيرة في ملتقيات خارجية وانتقيت مع بعض الناس المسلمين والعلماء وكلهم يتحدثون على الجزائر بشوق وبأمل بأنها في يوم اللي يوم ستكون قبلتهم في أن يستعيدوا لأنفسهم ذلك المنبر الحر المعتدل كما تعلم ليس للتطرف وليس لضرب جهات معينة لأنه كما تعلم أحيانا اسمح لي على هذا السياق أن تعقد مؤتمرات هنا وهناك مباشرة موجهة لضرب جهة معينة لتصنيف جهة معينة نحن لا نريد أن نقحم نفسنا في هذا بل نقدم الإسلام ولذلك بالمناسبة أن مشكلة نتعنى في العالم الإسلامي وإن شاء الله سيكون هذا الجامع يحل هذه المشكلة نمشي للغرب غرب الذي ينتظر مننا الإسلام عواض أن نقدم له الإسلام كما جاء بيرسول الله صلى الله عليه وسلم نحاول أن نخلطه بمشاكلنا نحن مشاكلنا التاريخية مشاكلنا اجتماعية مشاكلنا تقدم له الإسلام معوق بهذه المشاكل التي تعيشها أنت فيه يقولك أخويا ما تتخلنش في مشاكل كان أرضى على يد نحن نريد الإسلام صعفي كما ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم إسلام القلب وإسلام العقل وإسلام الروح وإسلام الخلق ولذلك حينما تعطل كما يقول قوسل بارها ستكون أمور غير ما يجري الآن ماذا تحدثنا على هذا الشق من النقاش ماذا عن الحملات المسيئة لرسول الله عليه وسلم التي تشهدها الآن دول الغرب خاصة أننا نخص بالذكر فرنسا لما نتحدث عن فرنسا نتحدث عن جهات معنية في فرنسا أنا أود أن أقول وأنا في الحقيقة لست إلا واحد من من تلاميث ولسا يعني شيخ ولا حاجة تنقل كلمة أقول مدبية نحن عندنا كنسدنا الشيخ بالكبير الله يرحمه يعلمنا واحد العبارة أربعة مهلكة للعبد أنا ونحن ثم لي وعندي تقولش أنا ولكن ولذلك حنا نتعود أعوذ بالله ما قلت أنا مدبية هذا الأمر هذا لما يكون في سياق سياسي وإعلامي نخلوه في هذا السياق الإعلامي وسياسي تتعلم يا أخي أن ما قام به رئيس فرنسا ربما جزء بسيط مما قام به غيره من مفكرين وزعماء وآخرين في الإساءة يعني الحاقدة على الإسلام المسلمين ولكن لم تجد لها هذا الصداء لأنها كانت في سياق سياسي وحوولت ثم تحولت إصبحت سياق طايفي أنا مثلا حينما تتكلم أنت وأنا أريد أن لي خصومة معاك في كذا قد تكون ممكن تتكلم في كلام عابر في أهلك سوف أستغله لبوها جهتك أنت أنا بالنسبة لي ما تقوله موش مهم ولكن يساعدني على أن وصفي معاك خصوتي أنا حبيت أن هذا الإساءة أنها ما تخرش من هذه السياق السياسي والإعلامي لأنه كما تعلم يا أخي كل ما نصعد كل ما نقحم أنفسنا في هذا الأمر كل ما ينعك سلبا باغيطا ومضيقا على إخواننا هناك في فرنسا من له ربما النبي يقول في الحديث لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة تعلم هذا لو أن الرئيس الفرنسي قال هذا الكلام الطائش الذي لا يرضي لله ولا رسوله ولم يأخذ هذا الزخم السياسي والإعلامي وكذا ربما يكون بستم ولكن اليوم تحول إلى الجمعيات إسلامية وتعويق أخبارها عمالها الخيرية وطرد عمال من مؤسسات ومزايدة من الإجلاء والطرد لبعض المقيمين والبحث والتفتيش في وطاق بعض الناس الذين عندهم ظروف الجعتهم إلى هناك لترحيلهم إلى بلدانهم ليواجهوا مصائرهم فإخرى هذا مشكل لازم هذه الأمور ما نحاولش نخرجها من سياقها ونروح كما هذا يقول لك واحد المثال صحراوي عنده يقولك البعير هذا تدقو شوك يبقى يدق هذا حتى تدخل فيه الشوكة أكتر أنا ما نحتاج هذا أمر الثاني أنا أقول أفضل أرد أنه نرد يعني بشرح الإسلام بشرح يعني كما قال المثال الصيني إذا كانت لعن الظلاميات مرش عالش معه أنا أقول هذا الرسول ما عليش انت سأت له الرسول العظم هذا جاء لتخلص الإنسانية من كل ضوائقها وهي الآيات والأدلة والشواهد والله تعالى يقول وما أرسناك إلا رحمة للعالمين وبالتالي لما يكون ردنا في هذا السياق ستضيق دائرة المخاصمة ستضيق دائرة الانتقام ستضيق دائرة التسعيد وفي النهاية نظفر بشيئين أولا ينفعنا هذا الأمر لمزيد من دخول الناس في الإسلام وكذلك ينفعنا نشر هذا نقاومه في بلاستو من مسعوج من دائرة هذه النقطة نقطة التالية التي كما تعلم يا أخي أنه هذا الإساءة التي وقعت وهذا كما نقول التي هي تشويه المساس يعني تشويه في الحقيقة الله أعلم نحن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نخرج وحيانا من سيرته ذات مرة كان عليه الصلاة والسلام جاءت في مكان جاءت مرأة وسيو إليه هي تسمى أم جميل وتقول محمد مذم من عصينا وأمره أبينا وكذا فأراد السيدون أبو بكر أن يقع فيه فيها يعني ليوقف قال النبس لا لا ترى أن الله يصرفها عني هي تقول مذمم وأنا محمد هل هذه الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم هلها شعرة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم أنت مثلا حينما تأتي لهذا الجدار وتريد أن تلصق به كتلة من طين هل تقع وعليه إذا المدى كلها إن تتماسك معه لا يمكن فأنا نقول بأنه من الأفضل إذا كانت مثل هذه الأمور فيها شبهات تحتاج إلى توضيح وإلى بيان هذه مهمة العلامة أما أن تأتي تصريحة طائشة من هنا وهناك في السياقات الإعلامية والسياسية ثم نحاول أن نجعلها قضية الإسلام والمسلمين ونقحمها في مجالات أخرى أنا نشوب للطريق ليس من هنا في اعتقادي أنا والله أعلم وسيعلم ستأتيك الأيام كما قال الشعب التي تبرهن ستبرهن لك الأيام نعم شكرا جزيلا لك فضيلة شيخ عبد الكريم دباغي عضو مجلس العلاء الإسلامي كنت ضيفها اليوم في هذا الملف تحدثنا عن ثالث أكبر مسجد بالعالم وأيضا الصور المهينة لرسولنا عليه الصلاة والسلام شكرا جزيلا بارك الله فيكم ونهني كذلك مرة تانية لقناة النهار والشعب الجزائي لكلهم خلال أمور المسلمة بأسطرح العظيم إن شاء الله ستكون إن شاء الله له آثار طيبة إن شاء الله